موسيقى حياكم الله تعد مشكلة التهاب الركبة الواحدة من أكبر المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الأشخاص من مختلف الأعمار وقد يتطور وجع الركبة من ألم متقطع إلى ألم مستمر إذ تعد الركبة أحد أكثر المفاصل المعرضة للإصابة بسبب هيكلها ومكوناتها المعقدة فما هي أسباب ألام الركبة بشكل عام وما هي العوامل التي تزيد من خطر الإصابة للمزيد ينضم إلينا فيه لسديو الدكتور رعد القيسي استشاري جراحة الكسور والعظم صباح الخير دكتور وأهلا بك في صباح العربية دكتور يعني ألم الركبة قد يشعر بها المريض في حل حدوث إصابة أو حل التهاب مفاصل هذه المشكلات كيف تظهر والأعراض التي قد تنجم عنها متى يشعر المريض بالألم؟ أولاً اسمحي لي أن أشكركم على استضافتي في برنامجكم المميز وحيي مشاهدي قناة العربية الحقيقة آلام الركبة لها أسباب عديدة منها الإصابات الرياضية منها التهابات قد تحدث داخل المفصل وفي أعمار مختلفة ولكن أهمها هو آلام الركبة الناشئة من الاندثار الاندثار يعني بالعربي التآكل والتأكل يصيب ملايين الناس نساء ورجال وكذلك حتى الشباب وحتى الأطفال معرضين إلى ملايين الناس في العالم يعانون من آلام الركبة وهناك أسباب عديدة لها أولها قد يكون زيادة الوزن وسوء الاستعمال الإصابات الرياضية الاستعداد الجيني إذا كان موجود وهكذا أما النتيجة ليش يصير الألم أنه الركبة مغلفة بشيء اسمه الكارتلج اسمح أه أعفو هذا الكارتلج الأزرق هو الكارتلج هذا اللي يغلف الركبة وهذا فضغشاء سلس يعني أملس ويساعد على حركة المفصل معظم الناس اللي يصابون بالاندثار يصير هذا الأزرق دكس هذا الأزرق أي نعم هذا الأزرق ويغلف المفصل والمفصل هذا بهاي العظمتين الفخض والساق وكذلك الصابونة العظمة الصابونة هي أمنها مغلفة بهذا هذا يبدي ببرور الزمن يتآكل لأسباب اللي ذكرتها زيادة وزن من يبدي تآكل هيك يصير إذا تسمح لي نديرها يصير هيك في هاي القشور تتقشر هذه هي وين آخر مرحلة يصلها هذه آخر مرحلة هاي من يوصل هناك تقول هذا خلاص المفصل طيب بدل المفصل تبديل جراحي إحنا أنا في الطب نحاول جهدنا كأطباء ومؤسسات بحث علمي في أوروبا وبريطانيا بالخصوص إنه نتفادى يعني الناس إنه كلهم يسون عمليات آخر العلاج آخر إيه إحنا نحاول نعظور أكو أكو عملية تبدير وما يشابح طرق عديدة فنحاول إنه أول شي نكتشف المرض بصورة مبكرة ليش؟ لأن هذا من إيجا قال أنا رقبتي توجعني هو عمره ستين أو خمسين يعني ساير الاندثار الشي اللي هنا يجب أن يفتهمون الناس وقد يخفي عن كثير من الطباء إنه الكارت اللي شهد لديه يتقشر هذا الالتآم ماله جداً بطيء وقد لا يكون كامل يعني قابلته للالتآم هو شنو دكتور غضروف الكارت اللي جوه في غشاء هو في غشاء المفصل يتكون من أظمتين ومغطى بهذا الكارت معلوم هذا البشاء البعض يقول بأنه أحدى طرق العلاج هو أنه تأخذ إبرة أو تأخذ ذا أو حقاً كهذا السائل اللزج يساعد على إخفاء الخشونة هذه طرق ناجعة؟ ناجحة طرق حالياً ناجحة نحن نحاول يعني المراكز البحوث في بريطانيا تحاول إيجاد أدوية تحفز الكارتلج بالخصوص هسا حالياً نقول مثلاً نضرب المادة الهيلورونيك أسيد هيلورونيك أسيد هي أصلاً موجودة بالمفصل سين؟ هي جزء من الماتركس هي جزء من السائل ما للمفصل فتلايين المفصل وقد تساعد على أنه تغطي القشور وتحفز الخلايا وهناك من يقول لا نحط البليتليت ريتش بلازما اللي هو بي جروث فاكتور أنه هذا يساعد والثالث يقول لها احنا نسوي الخلايا الجذعية وهي تروح تسويها وهكذا لكن ما هو الأصح دكتور إذا في كذا اختيار؟ ماكوا واحد يقول أهو الأصح ولا توجد طريقة صحيحة لأن لو كانت طريقة واحدة صحيحة كان اعتمدتها أمريكا وإنقلترا وأوروبا وقالوا هاي الطريقة طيب آثار سلبية لهذه العمليات ماكوا آثار سلبية تثفر إلى الآن؟ لحد الآن ماكوا يعني فتناك تجربة قصيرة كانت؟ حتى يعني التجارب اللي أجريت ماكوا فتأثار غير أنه يصير التهاب الرجل تنتفخ بالخلايا لأن السائل المفصلي للمعلومات السائل المفصلي خالي من الخلايا تقريبا تقريبا وبيه مادة عالية تركيز عالي من مادة هاي ليرونيك أسيت زين؟ هو هذا السائل هو اللي ينقل الغذاء إلى الكارتلج ويشيل عنه ويجيب للأكسجين يبقي حي ويفرز من البطانة ما للمفصل هو هذا السائل مرات الهيلورونيك أسيت يقيل أو يزيد وما شابه فضل زرقه موخط لأن المادة موجودة بالجسم أما الخلايا هو السائل المفصلي تقريبا خالي من الخلايا من تدخل خلايا سين؟ ما حد يعرف هاي الخلايا راح تعيش تموت هو سائل جزء محيط ما لا يختلف عن محيطة اللي تعيش فيه بعد أنت لا تنسون أن هذه الخلايا عندما يزرعوها بالمختبر تحت ضغط معين أكسجين وأنزيمات خاصة لا تتكاثر إذن إحنا فرضنا هيك لما نحطها بالرجل إحنا من اللي يثبت أنه هي راح تتقاسم وهكي ما عندنا إثباتات يقولون تحسنها وصار زين وهكي على كل هذه اجتهادات وغلا مع المضاعفة دكتور خاصة مع التقدم في العمر وهذه المشاكل تركيب المفصل هو الحل الأمثل لهذه المشكلة أنه إحنا نستبدل المفصل نهائيا بكل المشكل لا هذا آخر شي إحنا نحاول نبتعد إحنا نحاول حاليا أنه نكشف الحالات التي هي معرضة للإندثار لأنه مين يصير الألم مع نصار الإندثار تشخيص المبكر مبكر ومراجعة الطبيب وبالتالي التوعية التي تصير من الهيئات التي تشرف على الصحة أنه اللي عنده زيادة وزين اللي عنده إصابة مثلا شاير غضروف سوي رباط الصليبية أو الأربطة جراحات هذه قد تزيد بالنسبة التآكل في الركبة بالمستقبل خليني حتى أنا لابد شيء يؤلمني أو يحفزني الذهاب إلى طبيب العظام حتى يكون هناك كشف مبكر صح ما الذي أشعر به حتى ألجأ لك الحقيقة ما كفت شي أنت تشعر به بس احنا مثل ما قلنا الفحص الدوري للناس أولا والخاصة أن الناس المعرضين إلى الإصابة بالالتهاب عنده زيادة وزين بسكر مصاب مثلا بإصابة بالقدم أو بالهذا أو عنده كسر بالمفصل وهناك استعداد جيني نحن هذا ما لازم ننسى أكو مرات ناس عندهم استعداد جيني إصابة بالركبة زي وفي بعض الأقوام من هذا فهي يعني العلاج هل هو الكورتيزون على الأقل مبدئيا علاج الحق العلاج بأدت نواحي أول شيء محاولة إزالة الأسباب زيادة وزين استعمال يعني واحد يروح يضرب يوميا رياضة أربع ساعات بايسيكل يأذي المفصل فلازم واحد يحافظ على المفصل بهذه يسوي رياضة بس بأسلوب من نواحي المفصل والشيء الثاني تخفيف الوزن الغذاء الصحي مهم جدا الغذاء الصحي في شيء يساعد على زيادة هذا الأزرق من الأغرية ما كو يعني بس هسا هاي دي طوروها هاي أسا يعني في أوروبا بريطانيا دي طوروهن إنه يسوون أدوية تحفز الكارتلج تأخذها حبوب أو زرق تحفز الكارتلج على النمو ما لها علاقة بالخلايا أو هيك الشيء أدوية تشتغل بالجينات على الكارتلج الكارتلج بطيء التأم دكتور هناك بعض السفسرات والأسئلة من المشاهدين على تويتر خلينا ناخد سريعا هذه الأسئلة صباح الخير للجميع دكتور ما هي المدة الطبيعية لدى الأطفال وكيف يمكن التأم الكسور أوكي هذا سؤال ممتاز ماكو مدة طبيعية كل كسر له فد مدة معينة مثلا كسر الرسخ نقول أربع سابع كسر عظمة الفخ قد تأخذ ثلاث شهور أو شهرين القصة هنا أنه بين الصغار بصورة عامة يلتأمون أسرع من الكبار لو كانت العظم يعني راكو بعديل وهيكي مثلا ثلاث سابع هو تقريبا إلى أربعة عدة صغار بصورة عامة والكبار من ستة سابع وفوك دكتور هل بقى البلاتين في الجسم أكثر من خمس سنوات غير صحيح أو غير صحيح وما هي أعتارها وجود البلاتين هاي المواد التي نستعملها احنا بالكسور والعظام المعادن يعني بصورة عامة هي سبائك لا تتفاعل مع الجسم طيب فبقائها وعدم بقائها هي اعتمد على أكوه عراض أم لا ما أكوه عراض إنسان يتركها فيها عراض يروح يشيلها يعني مثلا سير ألم ما في عراض يتركها تبقى صديقة للجسم صديقة للجسم بس هناك ناس نفسين ما يرتاحوا لها يروح يشيلها وتخلص طيب هل ارتداء الأحذية له علاقة بألم الصاق والضهر نعم بعض الأحذية اللي مثلا تكون عالية هيك أو شي في أكيد هذا فإنسان لازم مو معناها ما يلبسوها يعني عندها يريد بس هداعا يلبسها ساعة ساعتين بس مو بطول اليوم مثلا وكذلك اللي تكون النعل ما لها لا النعل ما لها يكون طري زي لأن هذا يعرض القدم إلى أشخاصة إذا مش بمكان غير معبد ومن المستحسن أن يكون بها ما يسمى بالميدال أرش القوس الداخلي هاي أحسنهم طيب صباح الخير دكتور هل هناك علاج لكسر الحوض غير العملية عملية التغيير مفصل أو تثبيت مفصل في اللي كبار السن طبعا أكو ناس ما يعجب عمليا إحنا اللي يجب أن نقوله هو التالي أنه الإلاج هو أبيض المريض مو أبيض الطبيب طبيب ما أنا فهمك طبييا إذا تسمح لي أقول لك طبييا أنا ما أقدر أسوي لك شيء بدون موافقتك أنت مثلا واحد كسر حوض يقول أنا ما رأي أسوي عملية الطبيب ما يقدر يجي نصحة شغل الطبيب هو النصيحة وليس التخويف أو هذا يقول لي أبي إذا أنت ما تسوي العملية تصير مضاعفات هيك هيك يبقى هو الشخص يقرر فهوك أنا شايف ويناس يقول ما سوي عملية ما رأي أسوي عملية يسحب يسحب الرجل وتثبت بثبات وهيكي بالفراش نعم وعناية تأخذ تأخذ فترة وهناك بعض الكسر قد لا تلتأم فنصيحة الطبيب الطبيب من يعطي نصيحة بانيها على علم وعلى تجارب فأرجو سمع نصيحة الطبيب طيب دكتور من هم الأشخاص الأكثر عرضة للتضايق الشوكي في العمود الفقري ماكو أشخاص أكثر عرضة أكو أسباب للتضايق أسباب هذا الحبل الشوكي يمشي في قناة بالعمود الفقري وهاي القناة بالعمود الفقري بيها أحجام فوق واسعة وتحت أصغر حجما إذا ظهر الدسك أو لو ظهرت خلينا نقول تكلسات خلفية بمرور الزمن جلسة طويلة ساعات من العمل وهيكي أو حمل الأفقال طبيعة الأمل قد يطلع الدسك السياقة زي بيها مايكرو وايبريشن السيارات ساعتين رايح ساعتين جاء أربع ساعة وهاي كلها تؤدي فيجب أن واحد يتعرض أما هناك أسباب خاصة بالعمود الفقري أما الدسك يطلع لي ورا أو يصير تكلسات هي الضيق القناة شكراً لدكتور رعاة القيسي استشارية جراحة الكسور والعظام شكراً جزيلاً لك أنا شكركم